طيب أنا أرجع على طول دكتور محمد عبود إلى أي مدى الإدارة الإسرائيلية الحالية أو حكومة نتنياهو تستطيع أن تلتف حول الخلاف الظاهر أو اللباين أو زي ما بتتكلم عنه منشتات الجرائد وفي نفس الوقت هل هتستطيع أنها تلتف أكتر من كده أو تهرب للأمام أكتر من كده ولا أنه الموقف أصبح أكتر صعوبة والتباسة السؤال مهم يعني بس خلين لأول نعرف مسألة الخلاف أنا شايف أن اللي بيحصل في السياسة الأمريكية الإسرائيلية منذ يوم 7 أكتوبر أن إحنا أمام وجهين لعملة واحدة فيه تلت نقاط فيهم اتفاق استراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التلت نقاط الأساسية هي القضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا دي نقطة اتفاق استراتيجي إعادة المخطفين كل المخطفين الإسرائيليين نقطة اتفاق استراتيجي ما بين الدولتين ضمان حكومة في غزة بعد الحرب تكون تضمن أمن إسرائيل وتضمن المصالح الأمريكية في المنطقة دي نقطة اتفاق استراتيجي طيب فيه تلت نقاط اختلاف تيك تيكية ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية علشان كده أنا بقول إن هم واجهين العملة واحدة المقطة الأولى هي مدة الحرب الأمريكان عايزين الحرب تنتهي مع بداية الكريسماس أو مع بداية شهر يناير الإسرائيلين بيتكلموا في مدتين وناس بتطرح ست أسابيع يعني نهاية شهر فبراير اللي جاي وناس بتطرح ثلاث شهور وأربع شهور زي وزير الدفاع الإسرائيلي جلند وده لي أسباب داخلية في إسرائيل ممكن بنتكلم عليها قادي مدة الحرب لخلاف التكتيك الأول يعني إحنا عندنا ما عندناش اختلاف على الحرب إحنا عندنا اختلاف حول مدة الحرب لخلاف التكتيك الثاني وطيرة الحرب شدة المعارك شدة القصف هل هو قصف عشوائي زي ما بايدن وصفه ونلجأ بقى للقصف الزكي المركز واغتيال قيادات من حركة حماس وعدم قتل مدنيين بشكل واسع فينقلب إرضاء العام الدولي على واشنطن باعتبرها هي الحليف الاستراتيجي للإسرائيليين ولا لا فشدة وطيرة الحرب والمعارك دي نقطة الخلاف التكتيكية الثانية نقطة الخلاف التكتيكية الثالثة وده يقول لك ليه أمريكا وإسرائيل في هذين معركة وجهان العملة واحدة هي إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود الأمريكان بيدغطوا على الإسرائيليين لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود لتكون حقن التخدير للضمير العالمي بحيث أن أنت بدخل مساعدات إنسانية بتوفر أجواء أفضل للمدانين في قطاع غزة فيبدأ العالم يصبر ويحقق الهدف الأول اللي هو تطويل مدة الحرب حتى القضاء على حركة حماس اللي هو هدف استراتيجي رقم واحد وبالتالي أنا بشوف أن فيه تلات نقاط اتفاق استراتيجية وتلات نقاط اختلاف تيك تيكاية نرجع بقى للسؤال المهم هل تلتف أمريكا أو تلتف إسرائيل نتانياهو حوالين الضغوط الأمريكية في الواقع الإسرائيليين يعرفون أن أمريكا هي حزام الأمان في الشرق الأوسط لو لا الدعم الأمريكي السخي منذ 73 وحتى أكتوبر 23 ما كان لإسرائيل أن تستطيع أن تصد الصدمات في هذه المنطقة وربما كان مصيرها سيختلف كثيرا عما نراه الآن وبالتالي الدعم الأمريكي السخي منذ اليوم الأول من يوم 7 أكتوبر وحالة الحجد العسكري الأمريكي والهربي في المنطقة وضمان أمن إسرائيل بشكل واضح بالتصريحات والتلميحات وبالوجود العسكري كل ده بيدي إسرائيل حالة من العربدة في هذه المنطقة لكن لما تيجي تبص فيه برضو محددات داخلية في إسرائيل إسرائيل عندها مشكلة أن الأمريكان بيدفعوا بشكل عاقل في فكرة حل الدولتين أو اللجوء مستقبلا لتسوية سياسية الإسرائيليين بقيادة حكومة بن يمين نتنياهو واليمين بالنسبة له مسألة دولة فلسطينية هذه مسألة لا يمكن القبول بها النهاردة من ساعة تقريبا بن يمين نتنياهو في المؤتمر بيقول أنا أوقفت أصله أنا أوقفت إقامة دولة فلسطينية وبيفتخر بهذه المسألة بالتالي هو بيبعت رسالة علنية أيضا للرئيس بايدن إن إذا كنت أنت في مؤتمر المنحين قلت على إسرائيل أن ترشد من هذا القصف العشوائي حتى لا تخسر الرأي العام الدولي وإن إسرائيل لا تضعف السلطة الفلسطينية باعتبارها الحل المنشود في المستقبل لليوم التالي في غزة فالنتنياهو يرفض وجود السلطة الفلسطينية في اليوم التالي ويصمم النهاردة في المؤتمر على فكرة احتلال إسرائيلي للقطاع فكرة تبدو غير قابلة للتحقيق لكنه مصمم عليها وده بينظر بخلاف ما بين بايدن نتنياهو ووشنطن تالي